نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد بمركز الاصلاح والتأهيل 15 مايو بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف انتلاقا من حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقبية الحديثة شهدت الاحتفالية اقامة عدد من الندوات الدينية للحديث حول دروس الهجرة النبوية والدروس المستفادة منها وهو ما يرسخ لدى النزلاء القيمة الدينية التي أسسها الاعتدال في إطار حرص وزارة الداخلية على إقامة الشعائر وإحياء المناسبات الدينية داخل مركز الاصلاح والتأهيل تطبيقا للمفهوم الإنساني في السياسة العقبية الحديثة نظم قطاع الحماية المجتمعية احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد بمركز الاصلاح والتأهيل 15 مايو شهدت الاحتفالية ندوات دينية بحضور عدد من شيوخ الأزهر للحديث حول دروس الهجرة النبوية ونتائجها والاستفادة منها وهو ما يرصخ لدى النزلاء قيما دينية أساسها الاعتدال كل حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دروس نتعلم من كل موقف درس نتعلم من كل خطوة من خطوات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عبرة كيف نتعامل مع الحياة نبي يقول اللهم افتح مسامع قلوبنا إلى ذكرك لو مسامع قلبي تفتحت لأنوار الوحي لأخذت واستمدت ححاسب نفسي على الكلمة ححاسب نفسي على الحركة ححاسب نفسي على الفعل نقدم التهنئة بالعام لهجر الجديد ونحاضر النزلاء من الرجال والنساء والمحاورة بيننا وبينهم في أمن وأمان البلاد وفي مراقبة الله عز وجل وفي التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى وتقام الندوات الدينية بصورة منتظمة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وترفع هذه الندوات الوعي الديني والثقافي لدى النزلاء فهي فرصة أمامهم لفتح باب الاستفسار والنقاش لمعرفة أمور دينهم ودنياهم حتى يعودوا إلى مجتمعهم محصنين فكرياً لبداية حياة جديدة شروط التوبة النصوح وكيف أعلم أن الله قد تقبلها مني التوبة النصوح يعني التوبة التي لا ترجع فيها أبداً يا أيها الذين آمنوا طوبوا إلى الله طوبة النصوحة وخد بلك من حاجة جميلة أوي إن ربنا سبحانه وتعالى مدام وفقك إلى التوبة اعرف أنه عايز يتوب عليك النهاردة كان في ندوة دينية حضرناها إحنا وإخواننا النزلاء سألنا أسئلة وأجابنا عليها العلماء إجابة وفية أفادتنا جميعاً بنهني السيد الرئيس عفتاح السيسي ووزارة الداخلية بمناسبة رأس سنة الهجرية عاد الله على الأمة الإسلامية وعلى الشعب المصري بخير الأمن والبركات في حاجات إحنا هنا عرفناها ما عرفناهش برا من خلالنا ندوات الدينية بنعرف حاجة كتير إحنا ما كناش نعرفها عن الدين عن الإسلام حاجة كتير ما كنتش عرفها تعلمتها هنا كل أسئلة بسألها بيتجاوب عليها والشيوخ بصراحة لنا بيجوا بيفيدونا كتير وبيريحونا نفسينا في كل حاجة وبيردوا على كل أسئلة استفيد من المشايخ اللي بيجينا والذكاترة نحن بنسألهم وبناخد رد على أسئلتنا بقى فيه تحفيظ للقرآن بقى فيه محو أمية إحياء المناسبات الدينية في مراكز الإصلاح والتأهيل أحد أهم أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقدم للنزلاء ضمن منظومة متكاملة من الإصلاح والتأهيل لتقويم سلوكيات النزلاء وإعدادهم للاندماج في المجتمع